للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كيف مراسل الغد ثائر عمر ثائر نبدأ الآن بقراءة للمشهد والمتابعة أيضا لآخر التصريحات المتعلقة باستهداف أوكرانيا لإحدى السفن الحربية الروسية في البوسفور هل هناك تعليق رسمي على هذه القضية؟ في حقيقة الأمر فيما يتعلق بهذه الأخبار فيما يتعلق باستهداف هذه السفينة الروسية لتاريخ هذه اللحظة لم يصدر أي تصريح من قبل الحكومة الأوكرانية أو من قبل مكتب الرئيس الأوكراني فيما يتعلق بهذه الحادثة عادة القيادة الأوكرانية لم تعلن عن مثل هذه الحوادث من استهدافات خارج أراضيها هي تبادر فقط في الإعلان عن عمليات الاستهداف للقوات الروسية المتمركزة في بعض المدن التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ اندلاع الحرب منذ بداية العام الماضي إضافة إلى جزيرة القرم التي احتلتها القوات الروسية حسب تقول القوات الأوكرانية منذ عام 2014 لتاريخ هذه اللحظة لم تصدر وزارة الدفاع أو الرئاسة الأوكرانية أي بيانا توضيحيا في هذه المعلومات التي تتوردها وسائل الإعلام نعم استبعاد الأمين العام لحلف النيتون ضمام أوكرانيا إلى الحلف وسط الحرب هذا الأمر كان عليه جدل خلال الفترة الماضية هل من تصريحات جديدة أيضا من كييف بعد ما صرح به السلتنبرغ التصريحات من كييف لم تأتي على شكل تصريحات بل هي تأتي على شكل مساعي تقوم بها الحكومة الأوكرانية برئاسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي هذه المساعي في حقيقة الأمر هي لم تبدأ من هذا اليوم هذه المساعي كانت قد بدأت منذ عام 2008 عندما بادرت أوكرانيا بمساعي حقيقية للاندمام لحلف النات وفي عام 2019 بادرت الحكومة الأوكرانية على إجراء بعض التعديلات القانونية في الدستور الأوكراني من أجل التقدم خطوة إلى الإمام في سبيل الاندمام إلى حلف شمال الأطلسي وأخيرا هناك الزيارات المكوكية التي قام بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى عدد من العواصم والدول الأوروبية في شهر مايو الجاري هذه الزيارات كانت على أجندتها أيضا مناقشة أوكرانيا مع الدول الغربية وبعض الدول المهمة مثل بريطانيا مسألة اندمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وأيضا هذه المساعي تمثلت هذا اليوم في الزيارة التي قام بها وزير الدفاع البريطاني للعاصمة الأوكرانية كييف وتباحث مع نظيره الأوكراني أيضا مسائل أو مسألة اندمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ودراسة أمن أوكرانيا ومن أجل ضمان أمن لكن هنا السؤال يبقى المطروح هو القانون الذي ينظم عملية اندمام الدول الأخرى المتعلق بحلف شمال الأطلسي ذاته إذ أن أوكرانيا هي تقع في حالة حرب وتخوض حالة حرب مع روسيا ربما يكون هذا السؤال مطروحا في الأوقات القادمة ثائر عمر مراسل الغد كنت معنا مني كيف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر